تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات في حصاء التدريبية اليوم امس عرفت مشاركة جميع اللاعبيين الذين تم توجيه الدعوة لهم لمشاركة في كأس افريقيا حيث ركز وليد الريقراجي مدرب الفريق الوطني خلال هذه الحصة على وضع اخر لمسات على المجموعة قبل لقاء اليوم للاشارة مباراة المنتخبين المغربي والزنبي ستنطلق في التاسعة ليلا بالتوقيت المغربي وتواصلت يوم امس مفاجآت كأس افريقيا للامامة حيث سجلت النتائج التالية منتخب السينيغال فازال منتخب الغيني بهدفين للاسفر لحساب المجموعة الثالثة وانهى مباراة الدور الاول متصدرا لدي المجموعة بتسع نقاط في حين احتل المنتخب الغيني المركز الثاني باربع نقاط منتخب الكاميرون فازال جامبيا بثلاثة ادفين مقابل اهدفين وتحصل على نقطته الرابعة في المجموعة الرابعة الجزائر خارج منافسات كأس افريقي لامامة بعد خسارته همام موريطانيا بهدفين للاسفر ومنتخب انغولا انهى منافسات هذه المجموعة متصدرا برصيد سبع نقاط بعدما فازل منتخب بورك نفسو بهدفين لسفر هذا اليوم ولحساب المجموعة الخامسة على الساعة السادسة مساء جنوب افريقيا في مواجهات المنتخب التونسي والمنتخب الناميبي في مواجهات المنتخب المالي الان تختتم رسميا منافسات دور المجموعات باجراء لقاءة المجموعة السادسة في التاسع ليلة زامبيا والمغرب وطنزانيا جمهورية الكونغو الاخبار المنتخبات الوطنية المغربية لكرة القدم في اطار استعدادات لانهائيات كأس افريقية للامام التي ستضر بالمغرب شهر ابريل المقبل يجري الفريق الوطني المغربي للفتسال ثلاثة مباريات وديا امام منتخبي ايطاليا وسربيا حسب البرنامج التالي في الفاتح من فبراير الفريق الوطني المغربي سيواجه منتخب ايطاليا في مباراة اولى في الثالث من فبراير مواجهة منتخب ايطاليا في مباراة ثانية وفي الثالث من فبراير مباراة وديا امام المنتخب السربي لهذا الغراد وجهه شامد كيك مدرب الفريق الوطني المغربي الدعوالي 22 لاعبا وهم عبد الكريم منبيا سقر اقادير بيرا الحميد دوش لوكوس القصر الكبير ريدا الخياري من نهضة بركان محمد شيري دوش جمعية أسود الخبازات دريس الرئيس الفني سماعيل امزال انس الدحاني من سقر اقادير اعتمان بومزو لوكوس القصر الكبير ياسين مفتاحي شباب علام طنجة عبدالطيف فاتي فتح ستات اعتمال ادريسي لوكوس القصر الكبير محمد كمال نهضة بركان سوفيان مسرار اتوالا فالواز الفرنسي المهدي زويب عافة حسطات يوسف جواد شباب المحمدية انس البقالي اتوالا فالواز الفرنسي خالد بوزيد سانتا كولوما الاسباني انس العيان سوفيان الشعراوي حمزة ميمون من ريبيرا نفارا الاسباني وسوفيان بوريت من كيمي الفنلندي الى هنا مستمعين الكرام نصل لختم نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم اليكم اطيب التحيات الى اللقاء